حمدي فتح عمل مجهود كبير في المورتين اللي فاتوا والنهاردة عمل مجهود في الشهوة الاول وخرج مع بداية الشهوة التانية طبيعي يعني ومنطقي طيب معايا دلوقتي خسيء موريسيا مدرب فريق الوكرة القطري مدرب حمدي فتحي يقول لنا كمان تعليه على اداء حمدي فتحي مع منتخب مصر وتعليه على البطولة بشكل عام كأس الامم الافريقية يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا شكرا جزيلا لكم وأنا ممتن كثيرا أن أكون معكم اليوم مع التلفزيون المصري مساء الخير على الجميع حمدي فتحي واحد من جم فريقك يقدم مباريات كبيرة حتى الآن مع منتخب مصر رأيك فيما يقدمه حمدي فتحي تحديدا مع المنتخب ورأيك فيما يقدمه منتخب مصر بشكل عام حسنا أنا كنت أشاهد الثلاث مباريات حتى الآن وخصوصا آخر مباراة التي انتهت منذ قليل قدمتم أداءا كبيرا وخصوصا حمدي فتحي في الشوت الأول لعب لمدة 45 دقيقة فقط ورأيي الشخصي بخصوص حمدي فتحي أعتقد أنه لعب جيد هو لعب مناسب جدا لمركازي وأعتقد أنه مفيد لنا في نادي الوكرة قد أظهر صورة وأداء جيد جدا لأنه لعب يتسم بالالتزام في الملعب وخصوصا حينما أتى للكرة القدم القطرية وكرة القدم القطرية الآن كرة سريعة فبالتالي أنا شاهد شاهد المزيد من الدقائق الحمدي فتحي في بطولة أوم أفريقيا وبشكل عام مع المنتخف وأعتقد أن حمدي لعب محترف وأيضا شخصية احترافية استطاع أن يطور الأداء بشكل جيد في تشكيل المنتخب ورأيي الشخصي هو أن أن حمدي فتحي هو خط وسط عصري هو يعطيك العديد من الخيارات في الملعب لديه جودة جيدة جدا هو جيد جدا من الناحية البدنية وبخصوصا معنا في الواكرة وأيضا هو مسدد جيد من خارج المنطقة وأيضا حتى الآن هو نحن سعداء بوجوده معنا وإن شاء الله في المباريات القادمة مع المنتخب نتمنى أنه يظهر يظهر ماراته الحقيقية بجوار لاعب المنتخب المصري وأيضا مع الواكرة بعد ذلك بشكل عام ما شايف أداء منتخب مصر إزاي في هذه البطولة دفاعيا أو هجوميا في رأيي أن منتخب منتخب مصر هو منتخب محترم أنا شاهدت المنتخب في المباريات الأخيرة ولكن لم أكن أعرف الأسلوب الخاص أو المجموعة الخاصة بالمنتخب من قبل ولكن مع كامل احترامي أنا أردت فقط أن أشاهدهم أشاهدهم من قبل لأن روي فيتوريا هو مدير فني رائع لديه مسيرة ذاتية كبيرة رجل ضرب في العديد من الأندية خصوصا بمفيكا هو الاتحاد وحتى الآن يضرب منتخب مصر فبالتالي تحية كبيرة شخصية لرويف فيتوريا على ما يقدمه مع مصر الآن ولكن انطباعاتي هي وما أثار إعجابي في رأي شخصي وأداء منتخب مصر ولكني أنتظر المزيد من مصر في كأس أمم الأفريقية في المراحل القادمة فمصر تعتبر المتواجع على عرش القارة هي كالملك على قارة أفريقيا ولكن حتى الآن لم تتطور طريقة لعب منتخب مصر إن شاء الله في المباراة القادمة أتمنى أن يظهر المنتخب المصري شخصياته الحقيقية ولكن كما قلت حتى الآن الشوت الثاني في المباراة مباراة الليلة كانت أظهرتم قليلا مما لديكم لمشجعيكم أظهرتم الروح واللعب الحماسي والكثير من الحركة في الملعب وتزديدات وكل ما نريد وأن نراه في المباراة القادمة